اللي حصل في مصر ده نتيجة لللي حصل في العالم ككل لما الفايدة زادت في أمريكا حجم الاستثمار في شركات النشأة قلي المستثمرين ما بقوش قابلين ان هم يصبروا بالخمس سنين وبالسبع سنين وبالعشر سنين عشان الشركة تقلب لربحية أو لنقطة تعادل في مصر انا شفت مؤسسين كتيرة لشركات نشأة دفعوا فاتورة المستثمرين فالمستثمر كان يقوله مش مهم تكسب المهم تكبر كبر الشركة كبر بسرعة نتج عن ذلك انه انا شايف ان جزء من الشركات اللي ما نكحيتش في مصر سببها مش المؤسس ولكن المستثمر حاليا برضو عشان جاوب على سؤالك ما بين حجم الاستثمار في مصر والسعودية حاليا ما زال في حجم استثمار كبير جدا متجه الى مصر اكبر دليل ان احنا قدرنا نقف الجولة تمويلية بفوق المية وخمسين مليون دولار ده بيدي مؤشر كويس جدا ان في مستثمرين كتيرة مهتمية بالسوق المصري احنا اجمالي محفظتنا ما بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار يمكن خمسة وستين في المية منها مشاريع صغيرة مشاريع متنهية الصغر ونسبة التعصر فيها اقل من اتنين في المية اشتركوا في القناة